بسم الله الرحمن الرحيم وعلى أهل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام في كل مكان فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس الثامن من مجالس مدارستنا لهذا المختصر من تهذيب السيرة النبوية الذي قدم به الإمام المصنف النووي رحمه الله تعالى به كتابه تهذيب الأسماء واللغات في هذه الليلة نعقد مجلسا كهذا نتدارس فيه طرفا من سيرته وشمائله صلوات ربي وسلامه عليه نستكثر من الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة المباركة نعطر بها جمعتنا وننور بها صحيفتنا ونثقل به ميزاننا لما تجلى شعة الأنوار والكون احتفى تالله ما بين البرايا كالحبيب المصطفى طوبى لمن صلى عليه محبة وبه اقتفى فيارب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وصلي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون وبعد اخوة الكرام فما زال حديثنا متصنا بما سبق في فصول من هذا التهذيب المختصر وكان اخره الحديث عن فصول في عمره وحجته وغزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم اما مجلس الليلة فمجلس حافل بتفاصيل مجملة لآية كريمة عظيمة محكمة هي قول الله تعالى في صدر سورة القلم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صلى الله عليه وسلم هذا فصل في أخلاقه عليه الصلاة والسلام الأخلاق التي تزينت وتجملت وتكملت باختخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الباب الذي كان ولم يزل معدودا في فرائد سيرته عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته وجانب من جوانب عظمته عليه الصلاة والسلام أثنى به ربه عليه كمل خلقه ورفع قدره وأعلى شأنه بين الأنام ولم يزل عليه الصلاة والسلام بإخلاقه العظيمة وشمائله العطرة لم يزل آسرا للبشرية من حوله ليس للصحب الكرام الذين آمنوا به رضي الله عنهم واكتحلت أعينهم برؤيته واستمتعوا بالعذب من أخلاقه وسيرته وشمائله فحسب بل حتى من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام من المعاندين والمكذبين والمعارضين لدعوته لم يزل هو الآخر شاهدا من شواهد عظمة أخلاقه عليه الصلاة والسلام بل عفوا ليست البشرية التي عاصرته هي فقط من استدلت بعظمة أخلاقه على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام بل ما تزال البشرية إلى اليوم التي تقرأ في سطور التاريخ سطورا من نور في سيرته العطرة وأخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام لم تزل إلى اليوم تثني ركبتيها إجلالا وتعظيما لهذا الخلق المحمدي لم لا وقد قال الله تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم باب الأخلاق المحمدية يا أمة الإسلام باب عظيم يزداد به المسلم إيمانا ومحبة وتصديقا لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم هو شاهد عظيم وصفحة مشرقة نعلن بها ديننا بفخر أمة الإسلام وسيرة نبينا العطرة المشرقة الوضاءة بكل فخر واعتزاز أمة الإسلام وهو في الوقت ذاته أيضا باب عظيم نستلهم منه الدروس والعبر نقوم به عوجاج أخلاقنا ونهذب به سوء سلوكنا ونعيد به حياتنا إلى نقائها وصفائها وروعتها وجمالها فوالله الذي لا إله إلا هو لا تتجمل الحياة في دنيا البشر بمثل الأخلاق الفاضلة ولا أخلاق في حياة البشر أجل ولا أعظم ولا أرقى ولا أشرف من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم فهلموا أمة الإسلام إلى هذا الفصل الموجز المختصر لأنه والله لو أردنا استقصاء جوانب عظمة أخلاقه عليه الصلاة والسلام ما وسعنا هذا المجلس ولا أضعاف أضعافه لكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق وعلى النهج الذي مضى فيه المصنف رحمه الله في كتابه فالاختصار الموجز والاقتصار على جمل مقتضبة تشير إشارات مجملة إلى معالم الفصل الذي يتحدث عنه فهكذا هو الشأن في هذا الفصل العظيم الحافلي في أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي جمل موجزة تأتي على جوانب هي معالم بارزة اقتصبها المصنف رحمه الله وأوردها من أحاديث عظيمة وروايات عديدة جاءت في وصف هذا الجانب الكبير من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولك أن تتخيل عبد الله كيف يستطيع الصحابة بوصفهم مهما أفصحوا في العبارة وأطلقوا في الوصف وأكثروا في الجمل كيف لهم أن يحيطوا بخلق أسر قلوبهم وهم يرونه على مدى 23 سنة صحبوه في السفر والحضر صحبوه في السلم والحرب صحبوه قبل الهجرة وبعدها صحبوه في جوانب شتى فما رأوا في كل موقف من المواقف إلا عظمة الأخلاق تتجلى في أكمل صورها فما زالت أخلاقه من المعابر الكبرى التي نمضي فوقها أمة الإسلام لنلج منها إلى عظيم المحبة الوافرة لنبينا عليه الصلاة والسلام فلن تجد شيئا يحملك على حبه حبا أتم وأعظم وأكمل وأصدق مثل معرفتك عن قرب بعظمة أخلاقه عليه الصلاة والسلام اقترب عبد الله تعرف عليها واقتبس من نورها واقتدي بها وتأسى بها في حياتك سترى السعادة ترفرف جوانحها شرقا وغربا واقترب أكثر وتعرف عليها عن قرب فستزداد حبا لنبي وجب عليك أن تحبه أكمل الحب عليه الصلاة والسلام هو ذاك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والأمر لا يزال في الإشارات الموجزة المقتضبة في هذا المقام فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان هذه إحدى الجمل التي وصف بها أنس وابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة جمال الخلق المحمدي فجاءوا إلى جانب الجود والكرم فقالوا كان أجود الناس وهذا الوصف على إطلاقه ليس مبالغة ولا استرسالا مع العاطفة التي أحب بها الصحابة بقلوبهم نبي الأمة عليه الصلاة والسلام لكنه والله الوصف الصادق الدقيق الذي ما تجاوز حق الوصف قدر أنملا كان أجود الناس تدري لما؟ لأنك عندما تضرب المثل بجود أحد الأجواد وكرم الكرماء فعن أي جود ستتحدث؟ أنا أخبره ستحدث عن جود المال والبذل والعطاء وتقديم الطعام ستتحدث عن جود وسخاء بالأموال والأرصدة والفائض من حاجة الإنسان ستتكلم عن جود ربما يؤثر به الإنسان بطعامه وشيء من أموره لموقف تأثر به فرأى إثار فقير ومحتاج هكذا هو كرم الكرماء وبذل الأجواد الذين عرفوا في تاريخ البشرية لكن جود نبينا صلى الله عليه وسلم كان ذلك وفوق ذلك جودا تجاوز المدى وهو الموصوف عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان يدخر دون أمته شيئا هذا الجود تجاوز جود المال وبذل الطعام إلى جود الخلق والنفس السمحة تجاوز إلى بذل الوقت والعمر تجاوز إلى الجود بما ملك وبالدعاء عندما لا يملك شيئا يعطيه سائله عليه الصلاة والسلام هكذا كانت المواقف والشواهد المتواترة التي أطبقت على هذا الوصف ما عسان أن نتكلم عن جود أمة الإسلام يتعلم منه الكرماء كيف يكون الجود يجود بماله عليه الصلاة والسلام لا يبقي لأهل بيته ولا يدخر وإنما كان عليه الصلاة والسلام يبذل إذا أتته المغانم والأموال حتى قال قائلهم أسلموا يا قوم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام أعطى غنما بين جبالين وأعطى آخر حتى اكتفى ولم يزل يزيد للسائل ويعطيه أما إذا أتاه السائل ولم يجد عنده صلى الله عليه وسلم ما يعطيه فإنه يرجئه إلى حين فيقول له مثلا أقم حتى تأتينا الصدقة فإذا جاءته قال أين فلان لا ينساه عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن وكان السائل على وشك ارتحال وليس بالإمكان بقاؤه وانتظاره فإنه عليه الصلاة والسلام يصرفه صرفا حسنا بأعظم الجود والعطاء بدعوات لرب الأرض والسماء كذاك المسافر الذي جاء فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال زودك الله التقوى فرح الرجل بدعوة هي والله أعظم مما لو أعطاه الدنانير والدراهم وحمله المتاع فوق راحلته فقال طامعا مسرورا زدني يا رسول الله قال وغفر ذنبك بالله عليكم لو أن نبي الأمة دعا لأحدنا فقال غفر الله ذنبك أي سعادة أي عطاء تنصرف به من حضرته عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا العطاء فقال الرجل زدني يا رسول الله قال ويسر لك الخير حيث ما كنت الجواد الكريم البذول المعطاء لا يقف عند حد أن تجد يداه أو لا تجد ولا يملك إلا أن يمتثل أمر ربه وأما السائل فلا تنهر كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وبسط هذا وشرحه يستغرق المجلس وأضعافه ثم قال وكان أجود ما يكون في رمضان جوده عليه الصلاة والسلام المتضاعف في رمضان المحمول في طيات هذه الجملة بكثير من الوصف البديعي والمعنى الغزير والمرمى العميق رمضان حيث تثمر النفوس بتقواها لربها رمضان حيث تشرق أنوار النفس بذلا وعطاء وإقبالا على الخالق صياما بالنهار وقياما بالليل وقرآنا يسقي القلوب فتنتعش الأرواح كان أجود ما يكون في رمضان يقول الصحابي رضي الله عنه وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وذلك كل ليلة في رمضان هو القرآن تهذيب القلوب وترتقاء النفوس في هذا المضمار الكريم مضمار الأخلاق فكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أحسن الناس خلقا وخلقا هذه أيضا جملة موجزة أحسن الناس خلقا وخلقا أما الخلق فهو الذي مضت فيه الإشارة في صدر المجلس وحسبكم ثناء ربه عليه وإنك لعلى خلق عظيم وما زلنا نقول إن أحدنا يستر بكريم أخلاقه شيئا من نقائصه ومعايبه ربما يكون في أحدنا خصلة هي من نقصه البشري الذي فطرنا عليه البشر جملة أن يكون في أحدنا عيب ونقص وخلق ذميم وخلل وزلل فيستر أحدنا كريم خلق آخر بالعيب الذي يكون فيه من جهة أخرى فربما ستر أحدنا بكرمه شيئا من غضبه وحماقته وربما ستر أيضا بحلمه شيئا من إساءته وغلظته وهكذا فما تزال الأخلاق يستر جميلها دميمها ويغطي حسنها على قبيحها لكننا إذا كنا نتجمل بالأخلاق فنمدح بما فينا من خلق كريم فهذا أمر معتاد لكنك تجد في سياق سيرة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا عظيما مختلفا تماما تجد أن الأخلاق عندما توصف كالتواضع والكرم والصدق والأمانة والحياء والحلم والعفة ونحوها تجد الأخلاق تزداد جمالا ورونقا وبهاء إذا ما ضرب المثال لها بتخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فلا نعرف حقيقة جمال التواضع حتى يساق لها المثال من سيرته عليه الصلاة والسلام في موقف واثنين وثلاثة وكذلك قل في الصدق والأمانة والحياء والوفاء أخلاق تجملت بتزين رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كان أحسن الناس خلقا أما أحسنهم خلقا فقد مضت الإشارة أيضا إلى شيء من البسط في هذا المعنى في جمال خلقته التي حباه الله تعالى بها كمله الله عز وجل ظاهرا وباطنا خلقة وأخلاقا وكان جمال خلقته عليه الصلاة والسلام هي أيضا في عداد آيات نبوته الباهرة وجماله الذي أسر أعين الناظرين إليه صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن والجمال والبهاء جمال الفخامة كما قال هند بن أبيها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدري كان جماله عليه الصلاة والسلام جمال إعظام وإجلال يجد الناظر إليه عظمة وإجلال وملأ للنفس توقيرا ومهابة له صلوات ربي وسلامه عليه جمال جعل الناعتين من أصحابه رضي الله عنهم يقول أحدهم لم أرى مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم ويقول الآخر لم أرى أحسن منه صلى الله عليه وسلم ويقول الثالث فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم وكان أحسن الناس خلقا وخلقا وألينهم كفا وأطيبهم ريحا وأكملهم حجا وأكملهم حجا وأحسنهم عشرة وأشجعهم وأعلمهم بالله وأشدهم خشية لله هذه أيضا جمل لو أردنا الوقوف عند كل جملة منها لنقضى المجلس ومجالس بعده دون استفاء لحقها من ضرب الشواهد وسوق الأدلة على ذلك لكننا نمضي على قصد المصنف رحمه الله من الاختصار والاقتصار على ما تشير إليه العبارة قال كان ألينهم كفا لين الكف يراد به معنيان أحدهما مجازي والآخر حقيقي أما الحقيقي فلين الكف لين الملمس عندما يقبض أحدهم على كفه صلى الله عليه وسلم يقبض عليها قبض تسليم أو قبض مصافحة كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الحقيقي في لين الكف ويراد به المعنى المجازي الآخر لين الكف يعني سخاء اليد بالبذل والعطاء وهي داخلة في صدر الفصل لما قال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكل المعنيين صحيح مطابق تماما لوصفه عليه الصلاة والسلام كان أطيبهم ريحا عليه الصلاة والسلام طيب الريح أيضا مضى في حديث أنس الآن في قبل قليل قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله أنس رضي الله عنه شهد به الصحابة فما زالوا يذكرونه بطيب الريح عليه الصلاة والسلام وما زالوا يذكرون أنه لو وضع صلى الله عليه وسلم يده على رأس أحدهم أو على صدره وجد لها بردا وريحا طيبا بل كان عرقه عليه الصلاة والسلام من أطيب المسك الذي يتطيب به الناس لما حباه الله تعالى به وكمله به صلى الله عليه وسلم قوله رحمه الله وكان أكملهم حجا الحجا العقل والمراد به أكمل الناس عقلا وهذا مما لا شك فيه بل ولا حاجة إلى الاستدلال عليه كيف وقد كمله الله بالوحي وأيده بالمعجزات ولم يزر رأيه سديدا موفقا مهديا من ربه جل جلاله فكان أكمل الناس عقلا وأسدهم رأيا عليه الصلاة والسلام قال وأحسنهم عشرة لما يكون كريم الخلق موصوفا بهذا الوصف مع الناس من حوله لن تجده إلا حسن العشرة مع الجميع فإن كرم الخلق لا يحمل صاحبه قط على إساءة أو شيء من الأذى المقصود أو غير المقصود بأي وجه من الوجوه قال وكان أشجعهم ولهذا قالوا رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وضربوا لذلك أمثلة عدة منها موقفه صلى الله عليه وسلم في حنين لما تنافر الصحابة وحصل ما حصل من إقبال جيش العدو عليهم ورميهم حتى كانت موقعة تزلزلت لها القلوب وانفض فيها الناس وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مقتحم على بغلته يشق وسط الميدان وهو القائل أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أما تراهم يقولون كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعة القائد وقلب الواثق بربه المتوكل عليه صلوات ربي وسلامه عليه كان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات يوم على صوت فخرجوا ينظرون ما الصوت وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عائد على فرس لأبي طلحة عري ليس عليها سرج وأقبل وقد تفقد الصوت ووصل وعاد عليه الصلاة والسلام هو يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا ما زالوا يخرجوا يستنجدون الأمر ويبحثون ما هو وإذا هو عليه الصلاة والسلام قد قضى الأمر واستكشفه وعاد يطمئنهم وهو يقول لن تراعوا كان أعلمهم بالله وأشدهم لله خشية هذا المقام الكريم مقام معرفة برب العالمين ولا أحد في الأمة أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو الذي وقف على هذا الباب بأكمل معنا وأتم وجه معرفتنا بالله هي معرفتنا بأسمائه وصفاته بكلامه وما أخبر به عن نفسه ولا أحد في الأمة في هذا الباب أكمل علما ومعرفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوحى الله إليه واجتباه إليه ورفعه إليه فوق سبع سماوات حتى بلغ موضعا ومكانا ما بلغه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل بلغ سدرة المنتهى ولم يزل موعودا بالمقام المحمود عليه الصلاة والسلام هناك في اليوم الآخر حين يستأثر عليه الصلاة والسلام بمقام الشفاعة العظمى فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع صلوات الله وسلامه عليه ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق وإذا غضب أعرض وأشاح هذان جانبان في وصف غضبه عليه الصلاة والسلام أولهما وهو الأهم أنه كان لا يثور غضبه لأي باعث من البواعث التي نغضب لأجلها نحن معشر البشر سنكون أكثر صلاحة ونكشف الغطاء لنقول ما الذي يغضبني ويغضبك أنت؟ كل الأمور التي يمس فيها طرف لأحدنا هي مثال لغضبه عندما يعتدى على ماله على شأنه على سمعته وجاهه على شيء من حقوقه يثور فينا ثائر الغضب فنحن بشر وأحدنا لم يزل حظيا لنفسه حريصا عليها مؤثرا لها وهذا من جملة ما فطر عليه البشر لكن كلما كمل البشر في مقامات الكمال كان أحدهم يترفع عن الحظوظ النفسية والرغبات الذاتية إلى الأبعاد الأبعد والأفق الأرحم فكيف بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بوعثوا لحمل هموم أممهم لا هموم أشخاصهم وذواتهم سيكون ترفعهم على حظوظ النفس ورغبات الذات أكمل ما يكون فكيف بخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام الذي حمل هم أمته على أكمل المحامل فلم يزل صلى الله عليه وسلم على ذلك كما قال المصنف لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها وشواهد ذلك كثيرا كم أوذي في مكة على مدى ثلاث عشرة سنة وهو عليه الصلاة والسلام يؤذى في عرضه فيقال عنه ساحر وكذاب وشاعر ومجنون ويؤذى في أهل بيته ويؤذى في بدنه عليه الصلاة والسلام فيوضع سل الجزور على ظهره الشريف وهو ساجد عند الكعبة ويؤذى صلى الله عليه وسلم بإشاعة الأباطيل عنه والوحي الذي ينزل عليه وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا إلى سائر يجوه التعدي والإساءة فهل وجدتم في سيرته عليه الصلاة والسلام بمكة على مدى ثلاث عشرة سنة أنه غضب لنفسه وانتقم لذاته عليه الصلاة والسلام وأراد الدفاع عن حظوظ نفسه بل كان يدفع ذلك كله يمتثل بأمر الله بل لما تحين الساعة التي يمكن أن يظفر فيها بثأر لنفسه وانتقام لذاته وشيء من رد الاعتبار الذي أوذي فيه دي الله ولدين الله عز وجل فإنه صلى الله عليه وسلم يتنازل عن ذلك كما حصل لما عرض عليه ملك الجبال أن نطبق عليهم الأخشبين فأبى عليه الصلاة والسلام كما حصل يوم أحد وقد سال الدم من وجه عليه الصلاة والسلام وهو يقول لن تفلح أمة آذوا نبيهم وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وأما يوم فتح مكة فموقف عظيم من مواقف العفو وقد احتشدوا بين يديه أطرقت رؤوسهم أذعنوا بأنه يوم لا ما فر لهم فيه من العدالة التي يمكن أن ينتصر فيها بشيء من أذى عشرين سنة ماضية فيقولوا لهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم ليقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء هذه المواقف في العفو والتنازل والنظر إلى هم الدين وتبليغ الرسالة واستنقاذهم من الجاهلية وأبواب جهنم إلى الجنة والنجاة في الدنيا والآخرة شواهد صدق متعددة لا حصر لها في سيرته كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها قال وإنما يغضب إذا انتهكت حرومات الله عز وجل فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق عندما يرى المحارم تنتهك أو حدود الله تتعدى أو دين الله يحارب فإنه يقف ويمتثل أمر ربه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الجملة الأخرى في وصف غضبه عليه الصلاة والسلام هو تبدي معالم هذا الغضب عليه إذا غضب أعرض وأشاح كان عليه الصلاة والسلام أزج الحواجب من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب عرف ذلك في وجهه كل تلك علامات وأمارات تدل الصحابة رضي الله عنهم على أن الموقف كان مما لا يرضيه عليه الصلاة والسلام أو يغضبه وحتما ستجد الباعث في ذلك الموقف شيء مما أشار إليه المصنف وتواترت به الروايات يغضب لله إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لا شيء يتعلق من ذلك بنفسه الكريمة الشريفة عليه الصلاة والسلام وكان خلقه القرآن وكان أكثر الناس تواضعا يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه للضعفة وما سئل شيئا قط فقال لا هذه أيضا جمل عظيمة عميقة المعنى بعيدة الغور كان خلقه القرآن هكذا وصفته أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن تقصد رضي الله عنها أن كل ما حواه القرآن بسوره وآياته من عظيم الأمر الإلهي وجليل التوجيه الرباني كان ذلك متمثلا في حياته عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن يتمثله يعيش به في حياته كان خلقه القرآن فكل ما وجدتموه من خلق كريم حميد في كتاب الله فقد كان موصوفا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما وجدتموه في القرآن من خلق ذميم ووصف قبيح وجدتموه أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم بل ومحذرا أمته منفرا إياها من أن تقع في شيء من ذلك من قريب أو بعيد وتفاصيل ذلك ما جاء في هذا الفصل أضعافه كان أكثر الناس تواضعا لم يقل كان متواضعا كان أكثر الناس تواضعا مقياس عظمة التواضع نقيسها بمقياس الشخص نفسه فتواضع الغني يبدو في مواقف قد تكون لحياة الفقير معتادة لا دلالة على التواضع وأعني بذلك أن الفقير لرقة حاله وبؤس معيشته ربما جلس على الحصير وأكل اليابس من الطعام واكتفى باليسير من دنياه ليس زهدا ولا تواضعا لكنه اكتفاء وقناعة بالقدر الحاصل له في دنياه أما إذا وجدته موسرا ثريا قادرا فكان يتخفف من دنياه زهدا وتواضعا كان ذلك أمارة على التواضع إذن فمقياس عظمة التواضع مرتبط ارتباطا وثيقا بمقام الشخص ذاته وميزانه وموقعه في الحياة فما ظنكم عندما يكون الحديث لا أقول عن سيد البشر وإمام النبيين وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم وكل تلك والله أوصاف جديرة بأن تجعله في أعلى المقامات لكن حسبنا أن نقول ما ظنكم بتواضع يجلس فيه صاحبه مع الفقراء ويرضى بمعايشتهم والأكل معهم وصحبتهم والأنس بهم وتصبيرهم والجهاد وإياهم وأخذهم بأيديهم نحو رضى الله عز وجل وتبليغ دينه جل جلاله واستغناء عن الدنيا قليلها وكثيرها بالقدر الذي تقوم به حياته ويحقق معاشه والله يقول له ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ما ظنكم بتواضع في حياة إنسان لو أراد أن يجد في نفسه من نشوة الفرح والكبر والتعالي بشيء يجده أهل الدنيا في دنياهم فقد وجد أعظم من ذلك بما لا مقابل له ولا قياس عرج به إلى السماوات السبع وبلغ سدرة المنتهى وكلمه رب العزة والجلال فيعود من هناك ولا يزال عليه الصلاة والسلام يعيش عيشة التواضع فهل بعد ذلك شاهد يحتاج إلى إقامته على جملة تقول كان أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم من جملة تواضعه قوله يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه للضعفة حاجة الأهل ما يطربونه في بيتهم من خدمة ومتاع وإعانة وشراء وكل ذلك يقوم به إنسان لشأنه لا محالة وهو في النهاية أمر يعود إلى حياته وبيته وأسرته لكنه جرت العادة أيضا في حياة الناس كلما كثرت الشواغل والأعباء والأعمال في حياتهم ضاقت عن أن تزاحمها شيء من أمور البيت الصغيرة والقليلة واليسيرة وأنه يمكن أن يقوم بها مثلا أهل البيت والأولاد والصغار والكبار والزوجات وكذلك الخدم والحاشي ومن يكون داخل دائرة البيت أهل البيت فإذا ما وجدت صاحب البيت رغم مقامه العلي وجاهه في المجتمع لا يزال حريصا على المشاركة في ذلك الجانب كان ذلك أمارة تواضع تدل على عدم استنكاف أو تكبر بل على حمل للنفس على مشاركة الأهل في قضاء الحوائج فإذا ما طلبوه شراء شيء من متاع السوق أو حمل أغراضهم أو خدمة في تنظيف البيت وتيسير أمور المعاشي داخل الحجرات كان يقضي حاجة أهله عليه الصلاة والسلام ويخفض جناحه للضعفة يعني أن لا يتعالى ولا يتكبر وشواهد ذلك كما أسلفت كثيرا ومن أجلاها وأوضحها أن الأمة من إماء المدينة كانت ربما أتت فأخذت بيده صلى الله عليه وسلم تنطلق به يقضي حاجتها قال وما سئل شيئا قط فقال لا ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت لا أهو نعم عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء ولا يرد سائلا بل مضى قبل قليل أنه لو لم يملك متاعا لبذل الدعوات الصادقة التي يرجو بها إفراح السائل وإغناء قلبه وانصرافه برضا وانشراح خاطر والأعجب من ذلك كله قصة أم حميد رضي الله عنها لما قالت إنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بردة نسجتها بيديها فأهدتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلبسها وخرج إلى أصحابه فقال رجل من القوم ما أجملها يا رسول الله أكسنيها قال نعم ثم دخل عليه الصلاة والسلام داره فخلعها وطوى بها فبعث بها إليه فقال الصحابة للرجل ما أحسنت سألته إياها وعلمت أنه لا يرد سائلا فانظر كيف كان هذا متقررا عندهم قالوا علمت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفلي قال سهل فكانت كفنه رضي الله عنهم جميعا ما سئل شيئا قط فقال لا والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الجود والبذل والعطاء آية يضرب بها المثل ما زال الناس يستلهمون منها حث النفوس على معنى البذل والعطاء ولو على قلة ذات اليد فليس معنى الجود والعطاء والبذل يا كرام أن يكون أحدنا وافر المالي مالكا للزائد عن حاجته والأرصدة التي تزيد وتفيض عن أموره وأسرته وأهل بيته الجود والعطاء لا يعرف لتلك المعايير شيئا وحدودا تفصله لكنه بذل النفس وسخاؤها التي تحمل صاحبها على المضي قدما وهكذا قد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وكان أحلم الناس وكان أشد حياء من العذراء في خدرها والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء حلمه عليه الصلاة والسلام الذي نال أمته جمعا حلم صبر به عليه الصلاة والسلام على أذى قريش في مكة ثلاث عشرة سنة حلم تصبر به عليه الصلاة والسلام في هجرته إلى المدينة حلم عاش به صلى الله عليه وسلم بين فئات في الأمة من حوله منافقين ويهود وكثير ممن رامه بسوء فما عاد بحلمه صلى الله عليه وسلم عليهم إلا باب خير فأسلم كافرهم واهتدى ظالهم وأقبل مبغضهم وشانئهم أبغض مسلما حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلم وسع الأمة الحاضرة بين يديه من صحابته والأمة الآتية من بعده حلم أجده أنا وأنت في خلقه عليه الصلاة والسلام علينا معشر أمته الذين لم نظفر بصحبته لكن الله أكرمنا بأن أصبحنا من أمته حلم نجده في دعواته لأمته عليه الصلاة والسلام في حرصه ورفقه ورأفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم وكان أشد حياء من العذراء في خدرها هذا مثل تضربه العرب لشدة الحياء العذراء البنت التي لم يسبق لها زواج ولأنها كذلك فلا مخالطة لها بالرجال حشمة وحياء وعفة فلم يؤثر عنها اختلاط ولا مقابلة للأجانب ولا معرفة بغير أهل البيت فتكون في خدرها أي في ستار بيتها لا تكاد تتجاوزه ولا تكشفه إلا لأهل البيت فإذا ما كشف خدرها عندما تزف عروسا وهي بكر فإنها لشدة حيائها يكاد ينفطر قلبها حياء ويرى ذلك على وجهها وانتفاضة بدنها وحمرار وجنتيها وما قلت في ذلك من أوصاف يعرفه الناس من شأن الحياء وما يفعل بصاحبه فإذا ضرب المثل بشدة الحياء يقال كالعذراء في خدرها وصف النبي عليه الصلاة والسلام في حيائه بهذا الوصف فقال وكان أشد حياء من العذراء في خدرها الحياء الذي لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء مقياس الحق لا علاقة له بقريب وبعيد ولا صديق وعدو ولا شيء من ذلك ودلالة ذلك في كتاب الله الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعديلوا اعديلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله نعم وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولا يأكل متكئا ولا على خوان ويأكل ما تيسر ولا يمتنع من مباح ما هذه جمل انتقلنا فيها في وصف شمائله عليه الصلاة والسلام إلى جمل تعلق بهديه في الطعام وشأنه صلى الله عليه وسلم فيه فقال في أول هذه الجمل ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط الطعام في كل أصنافه حتما سنجد فيه ما يوافقنا وما لا يوافقنا ما نشتهيه وما لا نشتهيه وأيضا سنجد في الطعام الذي يمر بنا ويوضع بين أيدينا ما يكون ناضجا مهيئا على وجهه الحسن وما يكون على خلاف ذلك أي كان لم تحفظ الروايات في حياته صلى الله عليه وسلم أنه عاب طعاما أو ذمه تدري لما أولا تعظيما لنعمة الله تقديرا لها وثانيا أن المسألة كانت أقل وأصغر من أن ينصرف هم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ليتحدث عنها أو يتكلم بشأنها لكنه إذا وضع الطعام بين يديه فإن وافق هواه واشتهى أكله وإن لم يعجبه انصرف وتركه من غير أن يذم لا طعاما فيكون متعديا على نعمة الله عز وجل ولا صنع صانع الطعام فيسيئ إليه ويجرح مشاعره بقصد أو بغير قصد ما عاب طعاما قطو بل لما دخل عليه الصلاة والسلام على بيته وبيده ضيف فقال هل عندكم من طعام فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها ما عندنا إلا الخل يا رسول الله والخل ليس بطعام هو لا يستقل به طعاما لكنه كان الموجود في البيت آنذاك قال هاتي فنعم الإدام الخل هاتي فنعم الإدام الخل يغمس به خبز الشعير فيترطب وتزول عنه الخشونة التي فيه وللخل طعامه الحاذق فيصيب به شيئا من جفاف الخبز فيأكل فانظر كيف قال نعم الإدام الخل ما كسر خاطره لما قالت ما عندنا إلا هذا وجبر بخاطر ضيفه الذي دخل فلم يجد في بيته طعاما يضيفه به قال ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كم ستجني البيوت والأسر الخير الكبير والله والرفقة والأنسة والطمأنينة إذا ما طبقت الهدي النبوي وهذا أحد أبوابه قال ولا يأكل متكئا ولا على خوان لا يأكل متكئا بل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء حال الأكل وفسر الاتكاء وبأكثر من معنى منها الاتكاء بوضع اليد خلف الظهر والاتكاء عليها أو الاتكاء على وسادة على أحد الجانبين وفسر الاتكاء في معنى آخر بالتربع الذي أيضا يحمل معنى الاتكاء والإقبال على الطعام على وجه يقبل فيه الآكل بنحو يريد الإسلام التوجيه إلى الاقتصار على قدر ما يشد الصلب ويقيم الرمق قال ولا على خوان الخوان كلمة فارسية في الأصل معربة والمراد بها كالمائدة أو السفرة التي تكون مرتفعة مثل الطاولة الصغيرة فإذا جلست على الأرض ووضعت الطعام على مائدة قصيرة تكون بين يديك تسمى خوانا لم يضعه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند البخاري ما أكل على خوان قط ليس تحريما ولا منعا لكنه ما حصل ولا عرفه صلى الله عليه وسلم ولا وضع بين يديه قال ويأكل ما تيسر بحسب الموجود كما تقدم في حديث جابر قال هل عندكم من طعام قالت لا إلا الخل يا رسول الله قال هاتي فنعم الإدام الخل قال ولا يمتنع من مباح ما لا يمتنع يعني لا يرفض عليه الصلاة والسلام ولا يمنع أمته من المباح حتى إذا كان الطعام لا يوافق هواه يتركه ويقر أصحابه على أكله وقد أكل الضب بين يديه صلى الله عليه وسلم ولم يأكل فلما خاف بعض الصحابة أن يكون ذلك استكراها أو استقذارا للطعام قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه فأقرهم على أكله صلى الله عليه وسلم وكان يحب الحلواء والعسل ويعجبه الدباء وهو اليقطين وقال نعم الإدام الخل وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وكان أحب الشات إليه الذراع هذه بعض أنواع الأطعمة التي أحبها نبيكم صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام أولها قال كان يحب الحلواء والعسل العسل المعروف يحبه ولم يقل كان يأكله فقط وهذا الوصف أيضا عن بعض أمهات المؤمنين كان يحب الحلواء والعسل الحلواء كل طعام حلو محبته له كسائر رغبات الناس وعامة الناس تحب الطعام الحلو ولأنه حلو تستطيبه الأفواه ويوافق المذاق يحب الحلواء والعسل صلى الله عليه وسلم وفي العسل شفاء كما أخبر الله سبحانه قال أيضا ويعجبه الدباء وهو اليقطين النبات المعروف بالقرع فيسمى الدباء في بعض البلاد ويسمى القرع يؤكل إداما وهو من الخضروات التي تطبخ فتؤكل إما بطهي على النار أو بغيره من أنواع الطبخ كان يعجبه أيضا ليس مجرد أكل بل كان مفضلا عنده في الأطعمة عليه الصلاة والسلام وقد حكى أنس رضي الله عنه أيضا أنه رافقه في ضيافة ذات يوم في بيث بعض الأنصار فقدم إليه الدباء قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة يعني يلتقط قطعها قال أنس فعرفت أنه يحب الدباء فما زلت أحب الدباء من يوم إذن فهذا دلالة على محبته صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من الطعام وأيضا كان الخل وقد تقدم قال نعم الإدام الخل والحديث عند مسلم كما تقدم في قصة حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه وبعض أهل العلم قال لم يكن قوله نعم الإدام الخل دلالة على محبته أو تفضيله بل سيق الكلام في ذلك الموقف لما كان من قول أم المؤمنين ليس عندنا إلا الخل فقال ذلك جبرا لخاطرها وليس المقصود تخصيصه بتفضيل بحيث يراه مفضلا على غيره من أصناف الطعام أما الجملة الأخيرة هنا وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والحديث في الصحيحين الحديث في أصله وسياقه من أحاديث مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو من دلائل فضلها ومكانتها في الأمة لكن التمثيل الوارد في الحديث في سياق التفضيل في ذكر بعض أنواع الطعام أصبح دليلا على تفضيله صلى الله عليه وسلم للثريد لما قال كفضل الثريد على سائر الطعام إذن فالثريد طعام مفضل عنده صلى الله عليه وسلم قال كفضل عائشة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد الثريد هو خبز يفت على المرق فيكون معه لحم ونحوه قال كفضل الثريد على سائر الطعام وكان أحب الشاة إليه الذراع وهذا أيضا مما عرف في سيرته عليه الصلاة والسلام في محبته إياه من الطعام ولذلك فإن اليهودية لما وضعت السم في الشاة للنبي عليه الصلاة والسلام قصدت الذراع فقدمتها إليه لمعرفتها أنه يحب الذراع فكان منها ما وصل إليه من السم الذي أكل منه صلى الله عليه وسلم هو وبعض صحابته في هذه القصة المشهورة وقال أبو هريرة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير يعني للعدم وكان يأتي الشهر والشهران ولا يوقد في بيت من بيوته نار خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير يعني للعدم والخبز خبز الشعير وليس من فاخر أنواع الخبز ولا رقيقه ولا أفخر أنواعه بل هو من أقلها درجة لما عرف عن خبز الشعير من الجفاف واليوبوسة أكثر من غيره هذا الخبز وهو ليس من أعلى مراتب الخبز ولا أطيبه ولا أفخره لم يكن متوفرا لم يكن متوفرا حد الشبع له صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته فما بالكم بغيره من فاخر الطعام وطيب مذاقه لم يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين قط أبدا عليه الصلاة والسلام وربما بات طاوي هو وأهل بيته الليالي المتتابعة قال وكان يأتي الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار يمضي الهلال والهلالان فيمضي شهر وشهران ولا يوقد في بيت من بيوته نار نار يعني لا شيء يطبخ لا شيء يوجد يمكن أن يطهى على نار فماذا كان يأكل لما سئلت فما كان طعامكم يا أم المؤمن قالت الأسودان التمر والماء فأن يكون عامة الطعام في أغلب أيام الشهر على ذلك ثم يجد بين الحين والحين لحما أو إداما أو مرقا أو ثريدا فذلك من القلة أما الأغلب فكان على هذا النحو الموجز اليسير الذي يكتفي فيه صلى الله عليه وسلم بما لا يحتاج إلى إيقاد نار لطبخ وهذا من عظائم الأدلة التي تدل على الزهد النبوي والتقلل الذي عاش عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافئ على الهدية كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة المقصود بالأكل هنا قبول الهدية ولو كانت طعاما أو غير طعام يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام بل ويكافئ عليها يعني يرد الهدية بمثلها ومن أهداه أهدا إليه ولا يأكل الصدقة لأنه عليه الصلاة والسلام كان أجل من أن يأكل الصدقة هو وأهل بيته وكان هذا من دلائل نبوته وهي واحدة من المواقف التي استدل بها سلمان الفارسي رضي الله عنه على نبوته صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة في أول الهجرة ويخصف النعل ويرقع الثوب ويعود المريض ويجيب من دعاه من غني وفقير ودني وشريف ولا يحقر أحدا هذه جمل من صور التواضع النبوي يخصف النعل والمقصود بخصف النعل إصلاحه إذا انقطع وخرزه إذا تمزق يفعل هذا بنفسه هو من باب يدل على التواضع ومن الباب الآخر على الفقر والتقلل من الدنيا فما كان يرمى بل يحتاج إليه فيصلحه ليستعمله صلى الله عليه وسلم وكان يرقع الثوب هو أيضا كالسابق في خصف النعل رقع الثوب إذا تمزق وانقطع أو انقطعت منه وانشقت منه قصاصة فيرقعه ليسد ذلك الشقة ويخيط ذلك التمزق الذي حصل ويعود المريض يعوده لما ثبت فيه من الأجر ودلنا عليه فيه من الفضل ولما يدخله في عيادة المريض من أنس وسعادة وسرور وبهجة على المريض وفي ذلك النصوص الكثيرة الدالة على الفضل ويجيب من دعاه من غني وفقير ودني وشريف ولا يحقر أحدا إجابة الدعوة من حقوق المسلم على المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام فهي فوق كونها حقا لابد من الوفاء به وإجابته فيها ترابط لأواصل المجتمع فيها تقوية لعلائق الأخوة فيها إدخال للسرور فيها فرحة فيها إكرام للداعي يجيب دعوته عليه الصلاة والسلام وكان يقعد تارة القرفصاء وتارة متربعة واتكأ في أوقات وفي كثير من الأوقات أو في أكثرها محتبيا بيديه هذه الجمل الثلاثة واردة في وصف جلسته عليه الصلاة والسلام قال كان يقعد تارة القرفصاء وتارة متربعة القرفصاء الجلوس على الإليتين وإلصاق الفخذين بالبطن ووضع اليدين يشد بها الساق يضمها إلى صدره وهذه من أوصاف الجلوس التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقعدها وفيها مظهر عظيم من مظاهر التواضع في الجلسة قال وتارة متربعة يجلس هكذا وهكذا الجملة الثانية قوله واتكأ في أوقات يعني أحيانا كان يتكي إلا على الطعام كما تقدم فإنه موضع نهي عن الاتكاء والاتكاء يحتاجه الجالس إذا طالت المجالس وامتدت الفترات أو إذا احتاج ليكون أكثر استراحة متمكنا في جلسته قال وفي كثير من الأوقات أو في أكثرها محتبيا بيديه الاحتباء أن يجلس فيجمع ظهره وساقيه بيديه ويضمها إلى صدره وربما يكون الاحتباء بقطعة من قماش لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر احتبائه بيديه نعم وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن ويتنفس في الشراب بالإناء ثلاثا خارج الإناء هاتان جملتان نختم بهم مجلس الليلة تتصلان بما تقدم في هديه في الطعام عليه الصلاة والسلام وهي جزء من جوانب أخلاقه الكريمة كان يأكل بأصابعه الثلاث الأصابع الثلاث التي كان يأكل بها هي هذه الثلاث الإبهام والسبابة والوسطى فبها يأكل التمر ويحمل اللقمة فيضعها في فيه صلى الله عليه وسلم فليس بالخمس لعدم الإشارة إلى النهم والاستكثار من الطعام وما تحمله الأصابع الثلاث لقمة محدودة يكون في فم الآكل منها قدر يساعد على المضغي وقلة الطعام وهي دلالة أيضا على التقلل كما تقدم كان يأكل بأصابعه الثلاث قال ويلعقهن في آخر طعامه لما قد يعلق بها من دهن أو بقية طعام الجملة الثانية قال كان يتنفس في الشراب بالإناء ثلاثا خارج الإناء التنفس خارج الإناء وهو يكون على ثلاث دفعات فيشرب الدفعة الأولى من الإناء ثم يبعد الإناء ويتنفس ويشرب ثانية ويتنفس ويشرب ثالثة فالشرب ثلاثا يتخلى له تنفس خارج الإناء إلى داخله وقد أثبت الطب اليوم أن هذا أنفع ما يكون صحة للبدن واستمراء للماء الذي يشرب واستطبابا للبدن وأيضا بصحة الماء الذي يبقى في الإناء وآخر ما يذكره الطب في روعة ذلك وأثره العظيم على شرب الشارب الهنيء المريء هذه جمل من وصفي في فصل خلقه صلى الله عليه وسلم ولا يزال في الفصل بقية نأتي عليها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة أما وقد تعطر مجلسنا الليلة بنبذ من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم فعلها أن تكون إبهاجا للقلوب إمتاعا للأرواح تلذذا بالأسماع يحملنا على استكثار من الصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة في هذه الليلة المباركة ويوم غد الجمعة بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وأهله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين